موسيقى الاسم ديالي قويدر الحسن انا رجل تعليم متقاعد منخارط في واحدة الودادية للاسم ديالها ودادية الموجودة في حق الادريسية فوقع لنا مشكل الرئيس بمساعدة الرئيس بمساعدة أمير المال نسبوع لنا في أموال طائلة جدا وضيعوا الحقوق ديال مزاف ديال الناس وحل المجموعة لا نعرف كيف تضب حل المنخارطين يعني فوق المية وخمسين منخارط كيف وصلت لهذا المشكل فهو كالتالي يعني تلعبات مصرحية محبكة مهمة جدا فهذه الناس اشتراوا واحد الارض اللي هي اصلا فلاحية في منطقة الهراويين من عند واحد المستثمر اللي معروف الضر البيضة عندما دخلت المجال الحضاري السيد طمع باننا عرف الارض باننا غدتوليك تسوى ثمان غالي وهوما ضموا مع ذاك شي داك ولعبوا علينا مصرحية ذاك شي داك ودانا هو شوفعة دار شوفعة ذاك شي داك واسترجع ذاك الشي اللي بيع علينا وحط لنا واحد القادر المالي اللي كنا دفعي لذاك شي اللي هو تقريبا واحد سبعمية وتمانين مليون حطف المحكامة ذاك شي داك وهادوك الناس مشوف حالهم ذاك شي داك وخلاوا نحنا ذاك شي داك ضايعين بالنسبة لسبعمية وتمانين مليون المنخارتي اللولين اللي داروا دعوة مدنية وذاك شي داك خضاء والأموال ديالهم ولكن هما ليس بكوتر يعني واحد ربعين واحد قريبا او الاقل اللي ضاع الأموال دياله هي نسبة كبيرة جدا لان اللي ربما يكون خصي يكون عند اللي ويدا دياله يعني كتتروح الرقم في واحد ثلاثة مليار يعني مشات في سبعمية في المشاء الباقي الباقي تهز من الأبناك وفي المشاء والفلوس اللي كانوا فيه وفي البنك الاخر المهم واحد القسط من المشكل ديالنوذك شي داك رأس سيدتها هي متضررة هي الكاتبة ديال الويدا دياله هي حضر لكل شي داك ومر شيء من السيناريو قدامها يعني الرئيس وهذا خطأ خطير جدا ينموا بان هناك تخطيط جاء امرها قالها جيبي الملفات كلهم اللي كانت تنموا وجيبيهم لي احدا مرجان الاختة قالت يا وديرها تقلع لي قال لي ها شدي تاكسي وجيبي لي الملفات رهيلة الها زمورة قد ندور معاك خدات الملفات ديال المنخارطين من المقر ديال المنخارطين اداهم اغبرهم لماذا هذا الانسان خضاء الملفات يعني بعد شوية ديال الوقت ارجع الحاسوب ديال الحاسوب ديال شفتو الكاتبة لقات بان ديسك دير دياله محيد قالت يا وديرها الحاسوب قال لي اتهمى انت لازرقته يعني ماملوا ديسك دير حتى ديسك دير ديال اللي في معلومات الكاتبة تشرفيه كل ما يدفع كل ما يدفع التهوى التهزة فهذا الانسان الان احنا في مرحلة الاستيناف يعني ابتدائية حكمات الصالحنا يعني الحكم اللي تلقى 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 هو ارجاع الاموال المسروقة وتحكم عليه بثمانية شهر موقوفة التنفيذ احنا مرضتنا اشهد الحكم واحد الانسان لس انظركم اللي هو خطر جدا الانسان كينتامل الوحد اللي هي محترم اللي كنتامل التانى هذا رجول تعليم امين المال التهوى كذلك رجول تعليم لا فيه الضحايا مختلفين فيه ناس رجال تعليم فيه ناس عادين بساطة فيه مهاجرين فاسمه ذاك اللي هما في معانا الشخص اللي هو المشكلة اللي هو محنة يعني شبه مشرد في بلاده هو وليداته كين في الخارج ووليداته كيقرده وباقين في المغرب المادار يسرسله باش يجيب وليداته ولدك شهدك لانا اوروبا يحترمون التدريس الطفل خصوية درس فهو مازال باقي هنا في المغرب ودك شهدك وعنده ربعاديا الوليد باقي مع هنا ودك شهدك يتشرده وإلى جومتي القتة في ننزل احنا درنا ادعو استيناف يستانفنا الحكم المشكلة المترحلين في الاستيناف هو الطماطول الطماطول ونعامل يعني بالكيل بميكيالين كنشوفوا اللس لما وقفوا قدام القاضية طيه هضرب بحت طلاقة ودك شهده طيه تعطاه الوقت وانا بنفسي جوجد المرات تقنعت من طرف القاضية المسؤول على القاضية المره اللوله انا باقي ما هضرت باقي ما هضرت غي وقفت قدامه شهر لي باش نهضر ويقول لي تأدب تسمح لي ارا انا متقاعد في التعليم خدمت تلاتة وثلاثين سنة في التعليم في التعليم تناوي وراه مهمتنا نكونوا مؤدبين ونؤدبوا لدي الناس وش انا انا نجي القدم قاضي وانت بسسل عليه انا ادافع الحق ديالي انا هضرت شوية يعني جوجكلمات قال ياسير جلس فالكأس تلموت جلسة اخرى تكرر نفس الشيء يعني تجمعنا كاملين اعطانا لكاليمة ودك شيذا وصل الدور ديالي وقفت اددى اللي اخليك لسعد القاضي انا ابغيت واحدة الساعة الصدر ديالك انا راه منخارة من ثلاثة وثلاثة وعارف الويدا ديال كلها وعارف الخبايا ديالها ابغيت نوضح المصرحية التحبكات راه معارفين هاش قال لي أقول يلا الله قلت شو قلح بس يلا الله قلت يا وديها شكينة شكينة كانت فيلاحية و لما دخلت المجال الحضاري طمعوا بجوج طمع المستثمر رحمات و طمعوا بتهم هذا و داروا عملية على أساس باش يخدوا الفلوس يقصوا نحناية ما يتابعوش القاضية باش يكملوا لأن الرئيسة شي المهمة دياله و يصور على الودادي اللي مبغى يأدي يجري عليه و نعوضه بس موذلك ولكن ما تمشيش لنا الأرض هما ما خلّوا هادشي ما بقوا يجمعوه على الفلوس عن التحاد متحاجة أولو يعني باش يخليوا ديك الحجة بأن احنا ما كنخلصوش ما كندفعوش لأقصد ديالنا ايوه استغل هالمستثمر و داروا اللعبة بيناتهم و نتواطع لين الحمدلله لان احنا في الاستناف ده باش كنطالبوه دخلنا عند رئيس المحكامة و سيد لطيف جدا و عاملنا بحدي معاملة جميلة جدا و وعدنا بأنه قلنا لي غير يكون حكم عادل و الان غادي نهضرو باش نوضحو ايط عطانا الحق كامل رحنا مواطنين بغاربة بحلنا بحالو اللي غادي نضيف راه الكاتيبة دخلت معاهم 2006 جو بانس و خدمات ثلاثة سنوات كي خلصوها من الباقي معطوها باقي الطفرنك ما بقاشت يخلصوها و بغيت نضيف واحد اشارة مهمة جدا بأن هذا الرئيس تاني دي الويداديات جاب من بعد توفى رئيس الول ولكنه رئيس لم ينتخبه احدا بنوعله عملية بسيطة احنا ما عارفين هاش واللي هي كتبت الفكون لما كيكونش اجتماع كيدروا واحد اللائحة دي الالحوضور خداو هذي كل الوائح دي الالحوضور بنوعلهم محذر بأنه انتخبنا هذا الانسان وإلى جو المنخارية كله محذره هذا واحد ما غيقول بأنه انتخبت هذا الانسان هذا الانسان محطوط علينا قدر من اسمه جابوا صديق دياله لأنهم خدامين في نفس المؤسسة من نفس الإعدادية واحد مدير واحد أستاذ ديال الاجتماعية واستاذ ديال الاجتماعية جابوا صديق ديال المدير وداروا هذا المصرحي ودك شيداك وانتهت بالنهب ديال الاموال ديال ودك شيداك وراء قدام القضاء وكانت منه القضاء تقول لكلمة ديالة تكون نازيها وتنصفنا رعا متضررين وتضمرنا بثاف اواخر التسعينات انضميت الانخارط في هذا الويدادية ديال كان الحلم ديالي أنني ردي يكون لي منزيل هنا في مدينة الدار البيضاء لأنهم كانوا يتوفروا على قطعات كعلامة يقولوا في منطقة العراويين المآل ديال هذه القضية رأت طلق للأستاذ لأنه أحسن مني في هذه المسائل وأعلم مني بها بحكم أنه يقيم في المغرب أنا مقيم في إيطاليا تاليك ديالي مع الويدادية يبدأ في سنة 2016 من اللي دخلت لقيت خروقات كثيرة والقضية وصلة للمحكمة فأسست واحد للجناس منها لجنة متضرر الويدادية الضحالي السكان وتقدمنا حتى احنا في واحد الميل في عادي المحكمة الابتدائية كان طالبوا حقوقنا المدنية المحكمة حكمت لنا في الابتدائي كما قال الزميل في المحترم في الأول باسترداد الأموال وحكمت على الضاني بأربع شهور باعتماني شهور موقفة التنفيذ وصلت القضية للاستيناف احنا كنتمنا بأن القضية قدرت نأخذ منعون عطف آخر لأنه نشوفه بعض الميولات يعني اللي ماشية في الصالح ديالنا على هذا الأساس احنا تتكلمنا مع بعض المسؤولين وباش نلميل في ديالنا يأخذ الإجراء دياله العادي اللي بقيت نضيفه هو أنه البارح 25 سبتمبر في خير الخروجي من المحكمة السيناف تعرضت أنا والأسرة ديالي لمحاولة الدهس بالسيارة هاد القضية هاديرها كينا في الدائرة 31 عند الشرطة وراها كتحقق باش نشوف واش لها علاقة بالموضوع ام انها يعني مجرد صدفة